في هذه الخيام المهترئة والبالية يعيش هؤلاء الأطفال ومعهم نساء وكبار سن في ظل ظروف الطبيعة القاسية من برد ورياح وامطار وانعدام للخدمات العامة العائلات الأسر تأتي من هازها ولا نجد لها في بداية المأواء ولا غير الأشياء الطارئة لها الدبات وهذا فقط اللي يصرف لها أما الاستجابة الطارئة لنا منذ أن تحررت الخوخة ونحن نعاني من استيعاب أي نازح يأتي مباشرة بأي خيام أو أي شيء تقدم له فالحرب التي اندلعت منذ سنوات دفعت المواطنين للبحث عن مناطق نزوح آمنة كمناطق الساحل الغربي لكن تلك المناطق تعاني من مشاكل في استيعاب النازحين وتلبية احتياجاتهم رغم تواجد مكثف لمنظمات دولية تعنى بالوضع الإنساني والإغاثي تم تسجيل النازحين ورفعوا بالأسماع حقهم ويمكن يتقرب الأسماع حقهم حق النازحين وأكترت التوظيف والدفل منظمات المنظفين ويستلموا بالدولار والرواتب وتسجيل ينزل الماسحين وطلعه ونزله ولا في شيء لأي حاجة مساعدة للنازح المنظمات الإنسانية التي يصل عددها إلى ثلاثين منظمات لا تكترث بالمآسي التي خلفتها الحرب بنظر مصادر محلية اتهمت تلك المنظمات بالمتاجرة بمعاناة النازحين فيما يشير حقوقيون إلى انحراف العمل الإنساني عن أهدافه لصالح منافع يستفيد منها العاملون في المنظمات وبعض الوجاهات والنازحين في ناس يحصلوا وفي ناس ما يحصلوا حتى الخيام حقهم والجنان خربانا ولا معهم أي شيء تبزق للمنظمات الحائلية تجدت كل الإنسان يسجلنا يقول لك رب أسرح مدانت رب الأسرح يكون مآك شكاوى نازحين وأهالي مناطق استقبال النزوح تفيد بقيام بعض المنظمات بالتسجيل المتكرر لنازحين مع إعطائهم وعودا برفع أسمائهم ولا يرى الناس سوى لجان مسح ميداني تذهب وتعود بينما تظل مخيمات النزوح دون دعم حقيقي فالمواطن في مناطق الساحل الغربي لا يستفيد من المنح الدولية التي تصل وفق مصدر حكومي إلى 30 مليون دولار بل يتم أيضا بحسب شكاوى محلية المتاجرة باسمه في كشوف النزوح من قبل بعض المنظمات الإنسانية